موسيقى رئيس الوزراء يعين لجنة مكونة من ثمانية أعضاء لترشيح رئيس للمجلس الوطني للانتخابات فيك المستشارة الاقتصادية لوزير التجارة والصناعة الهندي ورئيسة لجنة التجارة المشتركة تقول إن الهند تولي أولوية قصوى لعلاقاتها مع إثيوبيا مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في نشرة الأخبار التي يقدمها لكم من استوديوهات هيئة الهذاعة الإثيوبية أنا عبد الرحمن أمين عين رئيس الوزراء الإثيوبية الدكتور أبي أحمد لجنة مكونة من ثمانية أعضاء لترشيح رئيس للمجلس الأعلى للانتخابات في إثيوبيا وستبدأ قريبا في تلقي المرشحين المقترحين كما هو موضح في المادة 102 من الدستور الفيدرالي والمادة 1.5 من إعلان إنشاء المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا الذي ينص على أن رئيس الوزراء له صلاحية في إنشاء لجنة مستقلة لتعيين المرشحين لعضاء المجلس ويذكر أن رئيس المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا السابقة برتوكان ميدكسا قد استقالت من منصبها لأسباب صحية اجتمع النائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك أمو كنن مع المنسق الأمم المتحدة المقيم في إثيوبيا الدكتور رامز الأكبروف وخلال الاجتماع قال رامز الأكبروف إن مكتب الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية سيعملان معا في القضايا الإنسانية والتنموية كشركاء وفقا لوزارة الخارجية وقال رامز الأكبروف إن التحدي الرئيسي لا يزال يتمثل في توفير التمويل للعمل الإنساني لكنه أعرب عن أمله في إقناع الشركاء الدوليين بتكثيف الجهود من جانبه أعرب دمك عن تقديره للمنسق المقيم وقال إن خالطة الطريق التي وضعها المكتب واعدة ومشجعة وأشهد دمك بالإنجازات التي تم تحقيقها بعد اتفاقية بريتوريا للسلام مثل إنشاء حكومة مؤقتة في إقليم تيغراي ومواصلة تقديم الميزانية الفيدرالية للاقليم كما صلت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الضوء على العمل الجاري فيما يتعلق بآلية العدالة الانتقالية والحوار الوطني الشامل في عموم البلاد قالت الحكومة الإثيوبية إنها أظهرت التزامها الثابت بتنفيذ اتفاقية السلام من خلال عدد من الإجراءات الجريئة والحاسمة لبناء الثقة وتوطيد السلام وأصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا حول الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية السلام من خلال الوقف الدائم للأعمال العدائية وقالت الحكومة في بيان إن اتفاق السلام كان له دور فعال في إحلال الأمن ويعادة الحياة إلى المدن والقرى شمالية إثيوبية وقالت الحكومة في بيان إن اتفاق السلام كان له دور فعال في إحلال الأمن ويعادة الحياة إلى المدن والقرى الإثيوبية وأشار البيان إلى أن بعض الإجراءات البارزة التي اتخذتها الحكومة طوت صفحة العنف بحزم من خلال وضع حد لجميع العمليات العسكرية والخطاب العدائي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وضف البيان أن الحكومة الإثيوبية ذهبت إلى أبعد من ذلك بالخلال تسريع وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل استئناف جميع الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي وشدد البيان على أنه من الضروري أن يواصل أصدقاء وشركة إثيوبيا دعم تشجيع الجهات المساهمة على الالتزام بالاتفاق والامتناع عن السلوكيات التي من شانها أن تعرض السلام والأمنة في إثيوبيا للخطر وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الإثيوبية عفوا للعمل معا على تعزيز النقل البحري ووقع وزير النقل واللوجستيات ألم السمه وزير الدفاع أبرهام بلاء مذكرة تفاهم يوم أمس وتم تحديد خطة لإنشاء آليات لتبادل معلومات الأمن البحري وتعزيز القدرة المؤسسية التنظيمية وتطوير نظام للخدمات البحرية ومؤسسات التدريب البحري كأهداف للاتفاقية وتضم أهداف الاتفاقية التعاون في مشاريع البحث والتطوير وتبادل الخبرات في التطورات البحرية الوطنية والسياسات التي تنظم أنشطة تطوير الشراكة وورش العمل والندوات الفنية أكد السفير الليثيوبي لدى جيبوتي السفير برهان الزقاية أن العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين مستمرة في التعزز رغم جميع الحالات وصف السفير برهان والعلاقات الليثيوبية الجيبوتية لأنها صداقة متبادلة لا تنفصل واستمرت عبر عصور وقال إن البلدين يتمتعون بمجالات المتبادلة في مجالة المياه والطرق والسكك الحديدية والطاقة الكهربائية والموانئ وغيرها من قطاعات التنمية الحيوية وأشار السفير إلى أن البلدين يتمتعان بتعاون مشجع في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبنية التحتية على أساس الثقة المتبادلة وقال إن شعبي إثيوبيا وجيبوتي مرتبطان بقوة بالثقافة واللغة وغيرهما من الروابط الاجتماعية وفيما يتعلق بالبنية التحتية أشار السفير إلى أن الجهود التعاونية الجارية لتحسين الظروف اللوجستيات بين إثيوبيا وجيبوتي مكللة بالنجاح وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1912 وقال تاريخ طويل من الروابط الثقافية واللغوية والاجتماعية قالت المستشارة الاقتصادية لوزير الصناعة والتجارة الهندي ورئيسة لجنة التجارة المشتدكة بريان ناير إن الهند تولي أولوية قصوى لعلاقاتها مع إثيوبيا وانطلق اليوم الاجتماع السادس للجنة التجارية المشتركة بين إثيوبيا والهند في العاصمة هدي سبابا وفي كلمتها الافتتاحية قالت المستشارة الاقتصادية إن الروابط الحضارية القديمة بين إثيوبيا والهند لم تصمد أمام اختبار الزمن فحسب بل تم تعزيزها بشكل أكبر من خلال المنفعة المتبادلة والصداقة وحسن النية وأكدت ناير أن إثيوبيا والهند يمكنهما استكشاف إمكانيات التجارة بالعملات المحلية مما سيساعد في تعزيز التجارة الثنائية والحفاظ على مخزون النقد الأجنبي من جانبه قال وزير التجارة والتكامل الإقليمي كبرى مسكال شالا إن اجتماع لجنة التجارة المشتركة سيساعد البلدين على الاعتراف بالشراكة العميقة والجذور ومواصلة تعزيز الرابط وقالت شالا إنه منذ عام 2018 وحتى عام 2022 بلغ متوسط قيمة التبادل التجاري السنوي حوالي 1.79 مليار دولار أمريكي من عصادرات وواردات إثيوبية بقيمة 85.2 مليون دولار أمريكي و1.7 مليار دولار أمريكي على التوالي طالب رؤساء 18 منظمة ووكالة أممية في بيان مشترك نادر بشأن الوضع في غزة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية مبدين غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في القطاع والذي بلغ وتجاوز حوالي عشرة آلاف شخص نصفهم من الأطفال وكتب رؤساء الوكالات الأممية في بيان على موقع اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة منذ شهر تقريبا يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد المتزايد من الأرواح المفقودة وجاء في بيان مسؤولي الوكالات أنه في غزة يتعرض شعب ويحرم من الوصول إلى العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة ويقصف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة وهذا أمر غير مقبول وذكر البيان أن عمليات القتل المروعة لعدد أكبر من المدنيين في غزة هي أمر مثير للإشميزاز كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود وفقا للبيان وضافه أنه يجب السماح بدخول مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة لمساعدة السكان المحليين ووقع على البيان كل من مارتن جريفث منسق للمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وتيدروس أدهانوم جابرياسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى رؤساء 14 منظمة ووكالة أممية أخرى وإشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أحصت أكثر من 9700 شهيد جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع وأكدت أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب يوم أمس 24 مجارة كبرى مشاهدين في ختام النشرة تذكير بأبرز العنام رئيس الوزراء يعين لجنة مكونة من ثمانية أعضاء لترشيح رئيس للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا المستشارة الاقتصادية الوزير التجارة والصناعة الهندي ورئيسة لجنة التجارة المشتركة تقول إن الهندة لأولوية قصوى لعلاقاتها مع التجارة مشاهدينا في ختام النشرة نشكركم على حسن المتابعة وحتى نلتقي في نشرات قادمة دمتم ثالثة